شيء الثالث ملحوظة الثالثة الله لا يشارك أخص خصوصياته يعني في صفات معينة مشتركة مثل المحبة مثل الصلاح وإلى آخرها الله محبة فإحنا منشترك إحنا منحب الله رحيم إحنا منشارك بنرحم بس في صفات هي تطلق فقط لأله وحده جل جلاله ما في أي شخص بيقدر يشارك في هذه الصفات منها الخلق وغفران الخطيئة ومنها مثلا العالم بكل شيء والقادر على كل شيء والحضور أو الحاضر في كل زمان وفي كل مكان هذه فقط من اختصاصات الله وحده لا نشاركه عدم التغير مثلا إلى آخرها هذا موضوع تاني في موضوع طبيعة وصفات الله فإذن نحن لا نستطيع أن يعني الله لا يشارك أي نبي أي عظيم في موضوع الخلق أو موضوع الغفران حقيقة رابعة أنه الله الله هو وحده اللي بيغفر الخطايا ليه؟ لسببين الله لأنه هو اللي خلقنا ثانيا الله هو اللي افتدانا فالله الخالق الله الفادي وشيء جميل جدا بسفر رؤية في منظر السماء بتشوف المفديين في إصحاح خمسة وفي إصحاح سبعة بيرنموا عن من هو مستحق بيرنموا أنه المستحق هو الشخص الذي خلقنا ثم الذي فدانا أو غفر خطيانا فإذن هذه من أخص خصوصيات الله الله وحده هو الغافر الخطايا حبيت أبتدي في هذه الملحوظات لأنه رح أنتقل للعهد الجديد ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة